بيكون أفضل لعب النادي الأهلي وللمبارات تانية عالتوالي أكتر لعب بيطع الكورة وللمبارات تانية عالتوالي أكتر لعب بيستعاد لك الكورة التانية أليو ديانج مكسب كبير جدا للنادي الأهلي في الفترة دي لعب صغير في السن لعب زي ما بنقول كده بيكتسب خبرات اللعب في النادي الأهلي والاحتكاكات الكتير هتخليه يكتسب خبرات هتخليه ياخد الخبرة لو بصينا على أرقامه عمر السلي أليو ديونج أطعى الكورة أكتر واحد أطعى الكورة 21 مرة أكتر واحد استعاد الكورة التانية 16 مرة أكتر منقام بمروغات نكحة رغم أنه هو لعيب قاطع كورات ده رقم مميز جدا صنع فرص لزملاء واحد التمريرات الطولية 5 نسبة دقة التمريرات الطولية 20% يعني واحدة من 5 صح عدد التمريرات القصيرة بتاعته 29 تمريرة بنسبة دقة 82% وحصل على خطأ فأليو ديونج في 79 دقيقة وطبعا لعب 79 دقيقة مش 90 لعب 79 دقيقة وأكتر منقطع الكورات وأكتر من استعاد الكورة التانية وأكتر منقام بمروغات نكحة وبالتالي أرقام أليو ديونج واحد من أبرز اللعيبة برضو من اللعيبة اللي قدمت مباراك ويسة ويعتبر